اشتركوا في القناة لكي ينكس العلم الاسرائيلي ويرفع العلم المصري في لحظة فخار كتبت مبارح على الفيسبوك وعلى تويتر قلت لا انكر اعجابي بما فعله احمد الشحات رغم مخالفته لقوانين الدولية واعترف انني هتفت زيكم ينصر دينك ومع هذا يبقى الوصول الى دولة ديمقراطية حقيقية اكبر صفعة على وجه اسرائيل بل انها اللكمة التي ستذهب باتزانهم تماما فكل ما يحدث الان هو لمنعنا من الوصول الى تلك اللحظة التاريخية اضفت بعد شوية وقلت يجب ان نسأل انفسنا بخبث شديد ماذا تريد اسرائيل تريد ان ننسى ما نحن ذاهبون اليه وان ننصاق في الطريق التي ترسمه هي لنا فماذا نحن فاعلون احمد الشحات فجر كل يا نبيع البكاء والفخر والسعادة ما تستسهلوش الحكاية الولد اصر وبعد الاسرار فكر وبعد التفكير انطلق وبعد الانطلاق طار من غير طيارة زي ما بتقول كل النكة الجميلة والوطنية منذ الامس اذا كانت اسرائيل تفتخر باننا عندها طيارات من غير طيارين فاحنا عندنا طيارين من غير طيارات واحمد الشحات واحد من هؤلاء الطيارين عايز اقول لحضراتكم انه من الامس والدنيا في ضغوط كبيرة كنا نبارح تسألنا معاكم في مطلع الحلقة ايه سبب التغيير اللي حصل في الخطاب الاعلامي او الخطاب الرسمي المصري بعد ما كان مع الساعات الاولى من الصباح انه سحبنا سفير رجعنا من سحب السفير كان هناك ضغوط غير مسبوقة الساعات اللي فاتت على مصر لتجميد قرار سحب السفير المصري من تل قبيب وده اللي بيفسر سبب تراجع مجلس الوزراء اللي تكلمنا عنه مبارح النهاردة زار مصر اتنين من المسؤولين الاسرائيليين احدهما شخصية مخابراتية وصلت القاهرة صباحا والتاني مسؤول الامني اسرائيلي كبير وصل بعد الظهر في سرية تم الزيارات دي صاحبها اتصالات من امريكا وبعد العواصم الاوروبية كلها بتصب في هدف واحد وهو اقناع الحكومة بعدم اتخاذ اي اجراءات تجاه تل قبيب ومنح اسرائيل فرصة لاجراء تحقيق واتخاذ مجموعة ما الاجراءات التي ترضي غضب الشارع المصري وبشكل لا يمثل اهانة لاسرائيل دي فاح والرسائل الامريكية المتلحقة والمتزمنة بشكل سريع جدا منذ الامس لكن الشارع المصري مصمم على مطلبته بترد السفير الاسرائيلي وسحب سفرنا والقصاص العادل لشهدائنا وبعد وقعت البطل احمد الشحات النزل عالم اسرائيل ووضع العالم المصري اصبح تصرف الشحات هو لسان حال كل مصري واللي عمله بيلخص حاجات كتيرة قوي ياريت الرسالة تكون وصلت وبشكل كبير التصرحات الرسمية والمواقف المعلنة اسرائيليا نبدأ بصحيفة هارتس اللي قالت انه يتعين على اسرائيل الحفاظ على العلاقات الجوار مع مصر واكدت ان مصر ليست خلية ارهابية ولكنها جارة وشريك في مواجهة ذلك التهديد وقالت الصحيفة بالنص ان ظروف الهجوم الارهابي اللي اثار التصعيد في العلاقات بين البلدين ودمر وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس يجب درسته بدقة ومعرفة ملابساته ونوهت الصحيفة الى التزام مصر بالحفاظ على الامن في سيناء والتفقيات السلام وقالت انه يتعين على اسرائيل موصلة التعاون مع الحكومة المصرية الرئيس الاسرائيلي شيمون بريز قدم النهاردة تعزيل الشعب المصري في استشهاد رجال قوات الامن المصريين وشدد في تصرحات صحفية على ان من مصلحة اسرائيل ومصر على حد سواء ان تبقى شبه جزيرة سيناء منطقة يسودها السلام طبعا حضراتكم عارفين بريز طول عمره كلامه حلو ولكن افعاله عكس كلامه هيبقى معنا هيبة حمدي بعد شوية هتحكي لنا ردود الافعال التلفزيونية ولكن النهاردة هنغير الحكاية بعد الانترو واهم الاخبار هيكون معايا الناشط السيناوي والكاتب مسعد ابو فجر وبعديها هيتضم لنا سيد الليو محمد بلال وهيبقى فيه النهاردة هيحضروا معايا كل الاخبار في تفاعل مختلف عن كل الايام عايز الناس اتحاور معاهم مش هبقى بس معاكم لوحدي ولكن عجبني جدا بعض الحاجات جدا عجبتني حاجات ما ينفعش تتقال وعجبتني حاجات ممكن تتقال زي مين بس اقول اللي بعيتها هشام العدوي ايه عذر النيوتن المصريون لا يعترفون بقانون الجاذبية ده بيطلب العذر من نيوتن واللي اتاخد عالمه من على صفرته وممكن يتاخد منه اي حاج اي حاج وتصرحات منسوبة للسفير الاسرائيلي ضحنا بالعالم عشان السفارة تعيش واقتراح انشاء سلاح جديد في الجيش اسمه سلاح العناكب فرقة اللوى احمد الشحات وبيقولك السفير الاسرائيلي اتصل بعسام شرف وقال له هو منفعل ينفع وقفة الشباب دي قدام العمرة وفيه حريم طالع نازلة ده اللي مدايقه يعني ان بس ده اللي بيحدث هناك عموما في كل احوال عايز قبل تصرحات وزير الاعلام المصري سيد اسامة هيكل عايز اقول لكم جملتين من غير تعليق وانتم تملكون الباب عظيمة عظيمة وبالله عليكم مش هزود عنهم حرف كان باعتهم لأبو رؤية وبستعرهم منه بيقول تبيض الدجاجة بيضة واحدة زهيدة الثمن فتملأ الدنيا صراخا بينما تضع السمكة الالاف من بيض الكافيار في صمت اسمت ودع انجازاتك تتحدث عنك نشوف تصرحات وزير الاعلام المصري اللي وصفت بانها تصرحات قوية يجب أن يستتبع ذلك تحديد صقف زمني للانتهاء من التحقيقات المشتركة وفي أسرع وقت ممكن وكذلك الإعلان عن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ثانيا التأكيد على أن التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل هو أمر ينبغي أن يقابله التزام مماثل وضبط في التصريحات والتصرفات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضايا المختلفة بين البلدين ثالثا تقدير المجلس الأعلى والحكومة لحالة الغضب التي تسود الرأي العام المصري والفخر والاعتزاز بوطنية الشعب التي تجلت بوضوح في هذا الموقف رابعا أن أمن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه أي تدخل بالفعل أو بالتصريح أو بالرأي من أي طرف خارجي خامسا يطالب المجلس الأعلى والحكومة بتوخي الحذر والبعد عن دعوات الإصارة من جانب البعض استغلالا لحالة الغضب الشعبي وبشكل يؤثر سلبا على الأمن القومي المصري ويدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة كافة وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر عند تناول مثل هذه الأمور ذات الصلة بالأمن القومي المصري والتي لا يمكن معالجتها بالإثارة والتهيج وكذلك يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مختلف القوى السياسية والأحزاب للتعامل مع الموقف بشكل موضوعي يحفظ لمصر أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية دون الإنسياق وراء إثارة المشاعر سادسا اتفاق المجلس الأعلى لقوات المسلحة والحكومة على أهمية العمل في اتجاه تنمية سيناء بشكل جدي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأمن في سيناء وبالتعاون مع أهالي سيناء أنفسهم وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصر وشعبه كل التفاصيل وكل ردود الأفعال والتعليقات بعد الفصل هتكون معنا في محطة مصر واستعراض موسع بمشيئة الله وكمان عندنا موضوع مهم جدا كمان متعلق بالكرامة مش قادر أخليه كان معايا من مبارح مش قادر أستنى عليه أكتر من كده بخصوص تصرحات تلفزيونية هي الأولى من نوحها بخصوص موضوع يحيى عزمي أخه زكريا عزمي للثورة ما وصلت لهش عايزين الناس دي تعرف أن الثورة قامت وأن الكرامة تبدأ من داخل الوطن مش من خارج الوطن كمان هتكون تصرحات مهمة هيكون معنا اتصالات من ترابلوس لمتابعة أخبارنا هناك وخصوصا مع محمد واجد القائم بأعمال سفارتنا في ترابلوس واللي هو واثنين مرضيوش يسيبوا السفارة رغم كل اللي بيحصل هناك مراعاة للمصالح المصرية تحية ليهم جات للرسالة دي من سيادة سفير محمد الخشاب من سفير مصر في تشقند وطلب من الاتصال بيهم نتصل بيهم وهيبا حمدي هتعلق لنا على كل اللي بيحصل والمسجدات في الساحة الإسرائيلية خصوصا تصرحات التلفزيونية تعالوا على بركة الله نبدأ محطة مصر